خطاب بن شماس أعتبره خطاب لمسؤول لأنه ماشي خطاب عادي لفتتاح هذا من حقوم يوجيه هذا الخطاب لمناضلات والمناضلين ولكن ماشي في جلسة افتتاحية هذه حملاء انتخابية قبل أوانها هذا قلت الاحترام الواحدة بجموعة الإخوان اللي هما مناضلين دخلين صفوف الحزب واللي قدوا الكثير من أجل هذي الحزب واللي عندهم شرعيتهم الشعبية واللي عندهم كلمتهم داخل الحزب وقل عليهم الاحترام واش المؤتمر بده باش يفشل ما زل ما انطلق المؤتمر هذي فقط جلسة افتتاحية هذا قلت الاحترام للضيوف ديالنا قلت الاحترام للأحزاب السياسية الحاضرة قلت الاحترام لمجتمع المدني قلت الاحترام لمناضلات والمناضلين اللي جوا من جميع جهات المغرب اللي تحملوا صعوبة الصفر واللي جوا بيروح نيضالية وطموحهم وما يبنيوا ماشي واحد المجموعة في عشرين ولا ثلاثين بلطاجين اللي عرفيانا هم شكون يجيبهم وشكون هما واشنا هما هدفهم باش يخربوا هذي الحزب يكونوا علي قن بناء الناس قبال منهم حاولوا يخربوا هذا الحزب مبني على أسوس مبني على رجال ونساء مبني على أفكار وما غادي نخليه تشي واحد يفشل هادشي وإلا كان شي واحد عندو شي طموح قال عندو شي واحد شي طموح باش يستمر بالقوة وهو يتبني الديمقراطية يمشي حاسب ضميره ما أنا ضميري مرتاح أنا ضميري مرتاح أنا مناضلة ومثيل المغاربة وعندي الشرعية وضميري مرتاح وتنقول هابو جي حمر المؤتمر زي ما زلقا ما نطالق هادشي اللي تتشوف راتيبين على عدم تجربة ديالهم هادشي تالي بغايدين الفيتناره ما تديراش في الجلسة فتي تتحية تديرها داخل الليجان تديرها داخل مجلسة وطانية باش يعقل الانتخاب هادي بهراجة غادي الدوز وحنا خاطرنا واسع عفتي علاش لأنه عرفين على الجيين ما جيينش على المناصب جيين باش نفيدوا بلادنا وانا ما غاديش ما غاديش نساحب غادي نبقى ولد 3-4 صبح وغادي نعقد الليجان وغادي نقشوف الليجان وغادي نعقد المجلس الوطني وغادي نتخبؤ أمين العام وغادي نفتحوا صفحة جديدة اللي غادي تنتهي مع واحد الماضي اللي مع الأسف ضيع لينا الوقت بزاف وضيع المغربة بزاف شكرا قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونوا فلاشين يوتيوب وبرتجوا هاد الفيديو مع أصحابكم وما تنسوش تديرو جام الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي